موسيقى مساء خير و اهلا بحضراتكم و حلقة جديدة و بوضوح النهاردة ضفتي نجمة كبيرة متألقة و مسيرة طويلة و غنية من النجاح و التميز و العطاء عملت في مسيرتها الفنية بصراحة نجاح كبير جدا في كتير من اعمالها السينمائية و التليفزيونية و المسرحية حفرت اسمها مع الكبار و المبدعين جميلة الشكل و الاطلاع رقيقة الاداء و محترفة جدا عادت مؤخرا من مهرجان لوكارنو في سويسرا و اتعرض فيه مؤخرا في المه الجديد الماء و الخضرة و الواجهة الحسن ينقض معنا عشان تكلمنا عن الفيلم و عن عرضه في سويسرا و كواليسه و التحذير ليه و برضو نكلمها عن عمل من اهم الاعمال اللي عمل شهرة كبيرة جدا في رمضان الريفات هي و دا فينشي هي و دا فينشي في قناة الحياة كان من اعلى المسلسلات اللي لها نسبة مشاهدة كبيرة جدا اللحظة باهتمام الجمهور و ايضا النقاط نجميتي الجميلة سالفول سالفول بارك يا حمد الله على السلامة الله يسلمك عمد ايه كله كويس اه كان حلو قوي العرض في لوكارنو الحمد لله يا ربي يعني كلنا زقطتنا يعني مش بس احنا كأسرة الفيلم والمصرين اللي كانوا هناك لا الجمهور نفسه كل جمهور يعني كان فيه مرة عرض الفين شخص من جنسيات متعددة طبعا فلبين و كوريا و اوروبا و امريكا و كله و من الدول العربية طبعا والحمد لله الحمد لله كان كل الناس فرحانة وبالتالي ده انعكس علينا فتلاقيين ان انا فرحان انا كمان واحنا كمان فرحانين جدا لان كنتوا شرفتونا جدا في مهرجان دولي واحنا كنا سعداء بجد لان الفيلم كمان سمعته حلو قبي خليها بس نشوف الاول تقارير عمل زملائنا في الاعداد عن الفنانة الجميلة اللي العالوي المنوري النهاردة بعدين نبدأ حواجنا معها فنانة متألقة ملامحها تؤهلها لتكون ملكة جمال الدراما المصرية لكن جمال الروح ايضا جعل جمهورها يمنحها لقب موناليز الشاشة هي الفنانة الرائعة ليلى علوي طبعا لازم ايه اعاوز يروح للخليفة يقول له ابن الغغارية عايقوا من اندلس فيهم الايام ده كان يدباحوا بدأت ليلى علوي رحلتها مع الشاشة وهي في السابعة من عمرها من خلال برامج الاطفال في الاداعة والتلفزيون وظهرت موهبتها فقدمها الفنان نور الشريف للعمل في المصرح كما اخترها المخرج احمد ثروت للعمل السينمائي من خلال فيلم من اجل الحياة ده زكي اللي بحارة مع خامسة في قعودة وحصلت على باكادريوس في ادارة الاعمال من جامعة عين شمس ثم جاء فيلم البؤساء عام 1977 ليكون نقطة انطلاق حقيقية الى عالم الفن قدمت ليلة علوي اكثر من خمسين فيلما من بينهم ليلة البيبيدول حب البنات بحب السيمة ست الستات المصير حلق حوش ومن ابرز افلامها جحيم تحت الماء الحرفيش اعدام مي سمع هص شاركت في عدد من الاعمال المسرحية منها عش المجانين باكادريوس في حكم الشعوب البرنسيسة الجميلة والوحشين اما فتح الراديو اشوف حاجة استليني بدل الوحدة اللي انا قعدة فيها دي كما قدمت عدد من الاعمال التلفزيونية المتميزة منها التوأم بنت من شبرة تعالى نحلم ببكرة حديث الصباح والمساء محمود مرة واحدة بس اسمع كلامي حبيبي هي ست الانين عايزة ايه في الدنيا غير انه اللي فيها يحسسها دايما لمفكرها وانه بيقدرها وانه مش نسيها مهما كانت بعيدة عنه واعتادت الفنانة ليلة علوي على تقديم مفاجآت جديدة لجمهورها في الموسم الضرامي بشهر رمضان وحققت نجاحا واسعا خلال الموسم الاخير بمسلسل هيو دافنشي والذي جسدت فيه دور المحامية الرومانسية الجريئة القوية كرما انا دلوقتي في المحكمة قدام سيادة المستشار بيني وبينه خمس خطوات بالزبط بجد يا أستاذة المستشار وجدي ياسين بنفسه يعني ام من خياله لا بوقت ساعتك اصله فيه مبطيق شوية ايه اللي بيحصل ده ايوا يا حج انا معاك طفرحين يا أستاذ وافق خلاص لا لسه سيادة المستشار وجدي ياسين مصمم على تمنمائة الف وبعد غياب لفترة عن السينما عادت الموناليزة ليلة علوي بدور رائع في فيلمها المعروض حاليا في دور السينما الماء والخضرة والوجه الحسن شكرا لسيادة الرئيس الحقيقة اللي بيتابع السيرة الفنية الليلة علوي يحس قدي ان هي فعلا فنية متميزة يمكن انا عشان بعرفها على المستشار الشخصي فعارف قدي كمان ان هي من نوعها الدقيق جدا في شغولها المهتم جدا بالتفاصيل وده يمكن سيرة تميزة ونجاحها على مدار السنية اللي فاتت دي كلها تحسين ايه ما تشوف الاعمال دي كلها احنا عادين نرجع مع بعض اه ما لا بفتكر العائلة مثلا ما جابوه السيرتو من اهم الادوار العائلة من اهم الاعمال الدرامية واللي كانت لها تأثير قوي جدا على المجتمع طبعا الستاذ وحيد حامد وستاذ محمود مرسي اللي يرحمه الحاج اسماعيل عبد الحافظ ومجموعة كبيرة من النجوم وكان لي الصدى بتاعه وصل لغاية اوروبا في هذه الفترة وكان جريء انه ينتج ويقدم في الفترة دي اه وكان انتاج التليفزيون فكان حاجة مهمة جدا بس جاب رد فعل مهمة اوي اتجاه المجتمع الحمد لله يعني انا برسيه للتقرير والحمد لله انا سعيدة بكل اللي ذكرته واللي ما ذكرتهوش بردو هيا اسألك سؤال خبيس قبل ما ابدأ حوالي انت عاملة ايه بنافسك والله لازم اعمل حاجة لا لا انت عاملة حاجة وحيات ربنا ما اعمل حاجة يعني لما انت خاسس وصغران انت عامل حاجة انا عامل ضايت طيب بس كده ده انا حتى بطلت ضايت انا اتخنت عن ما خلصت الشغل اربع كيلو كم لا بستطر شهود الحقيقة يعني الناس كلها ملاحظة حتى من هي ودافينشي انك انت ما شاء الله يعني رجعتي كده شبابك يعني الحمد لله يمكن النفسية لما بتبقى حلوة يعني في العشرينات كده يعني لا مش قوي كده ماشي يا عامل مرسي عالكم بلومونز بس تفين ناس عارفين انا كذا حد بيسألني وبقى لهم سنة بيسألوني واكتر يعني من قبل المسلسل كمان من خلال الصور وكانوا بيقولوا فوتوشوب ومش عارف ايه وكلام ده بس والله ابدا انا لسه ما عملتش اي حاجة فوشي ان شاء الله نوعي اعمل في الوقت المناسب وفي كل الحكاية فعلا ان انا خاسة الحمد لله مبسوطة بشغري كده عابر يادة بلعب يعني ليش بلعب يادة وصفة صحرية كده لله والله بالرشاقة دي والله والله ابدا يمكن بدل ربنا بس نديني السحة وبس يعني الحمد لله بس انا بهانيكي بصراحة انك انت والله عزيما عامل حاجة يا جماعة لا والله برابع مش عارف احلف اهو والله عزيما عامل حاجة خالص طبيعي ايه مش عارف اقول ايه بس بس انا خاسة يعني طبعا فارق معاي فارق في اللبس فارق في اللوك الحمد لله يمكن عشان وشي كان مدور زيادة موقعش قوي اه لكن بحطة مكياش طبعا واضاءة وحياة كده يعني وشايفاكم ان انتم مبسوطين فانا كمان بتأسد بكل حاجة حولي فبابا مبسوطة فبيبان اصلا احيانا بيقولوا الانسان لما بيكون محلو كده يبقى في قصة حب كده في حياته ما انا بقولك انا بحب قوي الفترة اللي انا فيها دي لا قصة حب قصة حب رجل وامرأة يعني يعني قول يا رب ان شاء الله يعني مفيش قصة حب في حياتك دي ان شاء الله يا رب ما هي دي السر حد يكره هي دي السر يا رب كل الناس تبقى في حالة حب وتبقى سعيدة ومبسوطة لكن يعني مش هنسمع اخبار سعيدة قريبا عن ليلة عدوي لا ما اعتقدش المهم ان انا بقى مبسوطة خلينا اروح بقى معاكي اولا لهيا ودافينشي قبل ما اتكلم عن الفيلم انا عايز اعرف انت الدور ده اختارتي ازاي او هم اختاروك ازاي انا عايز اعرف الفكرة جات ازاي لا هو هقولك هم اختاروني وانا اتأخرت كمان في الرد للظروف حصلتلي بس انا الحقيقة هم كانوا بيحضروا هذا العمل اسرة المسلسل الاستاذ خالد الساوي الاستاذ محمد الحناوي الاستاذ عبدالعزيز حشاد والانتاج كانوا بيحضروا من ساة ما خلصوا مسلسل للسنة اللي فاتت وعرضوا علي تقريبا في شهر ديسمبر او يناير يناير وانا تحمست للحلقات الاولى جدا ومعدين حصلت ظروف والدتي تابت فلغيت كل اي حاجة بفكر فيها ومعدين حبدالله ربنا يعني شفاها وهي شكاية ربنا يخليك انا عارف ربنا يخليك والحمدلله ايه شجعتني قلت له انا مش عايز اشتغل اقعد ومش عارف ايه قلت لي اني شجعتني فلما قريت اكتر والحقيقة كان عندي يمكن التأخير اللي حصلت فاتني في ان انا قريت 15 حلقة فطم انت اكتر شدك الدور الحلقات شدتني ايه شدك فيه بقى اني انا بقيت بقيت عارف فاكر وقت عرضت بالمسلسل والناس كلها عايزة تشوف ده ايه بجد ولا شبح ولا خيال ولا ايه بالزبط ولا اوهام ولا حقيقة انا كنت عاملة كده وكلما كنت بخمن حاجة ما كانتش بتبقى صح فده اكتر حاجة شدتني وطبع كنت انت شواقة تعرفي اخر المسلسل ده اه فكنت يعني وانا بقرأ كده ده عندي اصارة وعايزة اعرف اللي جاي ايه والشخصية مختلفة وجديدة علي عجبتني اوي حسيت ان في يعني محمد الحناوي بجد عامل حاجات كتيرة اوي كمان ما بين السطور يعني في معاني في المسلسل بتتكلم على بتتكلم على الدمير على الامانة في العمل البني ادم البسيط محتاج ايه عشان يحس ان هو بني ادم الشر وانا ايه 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 حسيت ان مقاسي البني ادم بتتكرر من شخص اخر لكن ايه رد فعل البني ادم هو اللي بيتغير على حسب كل بني ادم مكرر ايه وعايز ايه استمتعت بتجيب بيه جدا وانا بقرأ انا بالنسبالي يعني بجد خالد الصوي من يوم ابتدى وهو مبدأ لكن انا بشوف ان في هذا العمل كان في حاجة منورة اوي وعالية اوي وصدقة اوي 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 احنا كان في بنا شغل حل قلفة حلوة الكست كله كنت حباء اوي 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 عايز اقول لك ان بجد العمل ده خلص في وقت قياسي وفي زمن قياسي يعني نقول مرسي لكل اللي ورا الكاميرا والمخرج طبعا وللانتاج ولينا طبعا لكل الزملة اللي تعم جدا جدا تعاين كيف مشهد من خلصة طبعا محب ده من خلص ده من خلص شو من المهم ان انا ان انا ان انا مسك وغير الكلام اللي في اخر المشهد مش متذكره اوي بس 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 بجد لما قريته و و كنا بنقوله انا وخالد كنا مفسوسين اوي ولما تفرجت عليه و وسمعته بدرجت روحت بنزلها عندي على الصفحة بتاعتي الكلام حلو الحوار حلو اوي اوي بجد وبعدين بالرغم انها رومانسية في رومانسية لكن فيها شكل جديد وطعم جديد وحس جديد وتحليل جديد للحب الحمد لله جدا صاحا هي كانت نموذج رائع على الرومانسية وفي كتير جدا من الناس كنت بقابلهم الرومانسي في ظل حالة الصخب والضجيج اللي موجودة في مسلسلات رمضان مسلسل في 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 قصة حب حقيقية رغم ان فيها شوية يعني في الاول كان فيها شوية جوست ومش جوست وشبح ومش شبح لكن التيمة نفسها والاحساس والاداء اللي كان بينك وبين خالد ايه كان بديع فعلا حقيقا حمد لله حمد لله وبعدين واضح كمان ان كنتوا كنتوا كتيرة جدا مرحلة المستشفى في البداية وبعدين خروجها وبعدين رجوحها للمحاماة وبعدين شطرتها وزكاءها وبعدين لما ترافعت وبعت ستة غنية يعني الحقيقة انا شايفنا مليئة تحكزت تحول يعني مش سبتة وبتتحول عماتيها ازاي يعني انت رسمت شخصيتك ازاي في المراحل المختلفة انا عشان بس الحقيقة اتقال انا فهمت الشخصية كويس اللي كانت مكتوبة ومرسومة بالتالي وانا تخيلتها هي شكلها ازاي تتكلم ازاي وتتصرف ازاي وكانت اهم حاجة عنتي ان هي تتصدق يعني انا كنت بخلص اي مشهد ان انا منه وانا شخصية الوءة يعني فبقلق كتير فعد اسأل بصدقيني يعني اسأل مثلا استاذ حشاد اسأل استاذ يوسف اسأل يعني اللي موجودين صدقتوني المساعدة المخرج الممثلين اللي معايا مصدقيني طبيعيا مش حسيني انا بمثل هو ده كانت عندي اهم حاجة ولو حد قالك ان مثلا كان فيه اوفر شوية في الاداء عايد طبعا عايد بس يعني مش مكناش بنايد كتير يعني مش فاكرا ان احنا عادنا حاجات كتير للاداء الا لو حد نسي حاجة مش عارفة ايه حسن انا ممكن اقولها احسن الحقيقة التيم وورك لما بيبقى هو حابب شغله ومجتنع بيه وعايز يعمل حاجة ما تستورش ده بيفيد العمل وبيفيد الكل بس اكيد كان فيه مشاهدة عندك صعبة انا بالنسبالي مشاهدة المحامات دي كانت صعبة اللي هي في المرافعة اللي في الحلقة الاولى وفي الحلقات التانية دي كانت ليه انا مش متخيرة نفسي ان انا محامية ومش متخيرة نفسي ان انا قاعدة في محكمة وان انا يعني ما كنتش شايفة ده كان فيه مشاهدة تانية حباها اوي 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 ومرعوبة منها جدا زي مثل مشهد بعشاكو في الحلقة الاثناشر يمكن اللي هو لما انا اول مرة بنتقابل بجد انا ودافينش اللي هو كان في السجن عنده هو منبسينه كده مش بين غير عينيه مشهد الفينال ده عايز اقولك مثلا مشهد ده مش عايز اقولك احنا عملنا ايه عشان نصوره ويطلع بالشكل ده من اخراج وتصوير وصوت وديكور وكله يعني فالحمد لله كنا حابين اللي احنا بنعمله والحمد لله وصل الناس وانا سعيدة جدا ان الناس حب العمل وتتفرج عليه لغاية دلوقتي تالي وتالي الناس حبا جدا وانا حاسس بدوع ودباين جدا عندنا كمان تشاف بشكل كبير جدا في الحياة عندنا تشوف مشهد النقاب ونطلع لفصل بعدها ونرجع نواصل حوارنا مع نجمتنا الجميلة لما نورنا من مهاردة ليلة علو نحن مهاردة حسنا مهارة معدراتكم في لقاءنا مع النجم ليلة علوي نجمة مسلسل هيو دافينشي مسلسل اللي حقاب إعجاب المشاهدين على قناة حياة في رمضان سعداء جدا بالمسلسل سعداء بالنص بالإخراج بالتمثيل بالتصوير بالإنتاج كل العناصر كانت ممتازة الكاستنج بقى أنا شايف كان معكي يعني كوكبة جميلة جدا بالفنانين بص كانت قرفته حلوة وفعلا لما عادنا أنا والأستاذ مندوح الشهين والأستاذ خالد الصاوي والأستاذ عبدالحسيش حشاد ومحمد حناوي والمساعدين والتصوير والأستاذ جوسف بارود قعدنا واتكلمنا في الشخصيات وفي المسلسل وعادنا كل واحد قال يتخيل مين يعني كانت فيه مناقشة كده وطبعا المخرج وبيبقى حاطت دايما يعني ميسليم مثلا كانت ترشيحه كانت فيه ناس تانية كانت معي مريم الأستاذ بتاعتي كانت فيه ناس ترشيحها بردو ودايما يعني أنا دايما بحب في الكست أنت متعاود ده يعمل إيه أو متوقع منه إيه فمش هو ده يعمل ويعمل حاجة تاجي زي بيومي فؤاد بيومي فؤاد عمل دور ملوش علاقة بيومي فؤاد لا هو بجده أستاذ بيومي فؤاد عمل الدور عبقاري وهو في كل الأعمال اللي عملها كان هيلبس عندنا كان مختلف هو بصراحة يعني بصراحة يعني حسن أستاذ حسن العادل برضو نفسي حكاية عمل دور حلو قوي أستاذ حمد الوزير الوجوه الجديدة كلها اللي كانت موجودة لا يعني بجد أنا بشكرهم كلهم وبقول لهم مبروك وبقول لهم إن أنا استمتعت جدا جدا معهم أثناء التصوير وكلنا كنا سند لبعض المسلسل فيه اسخطات كتيرة زي ما أنت ما قلت وفيه تعالية وفيه كوميدي وفيه خفة دم وفيه حنية وفيه حاجات غير متوقعة ومفاجئة يعني فيه تمثيل عبقاري الحمد لله أصعب مشهد بقى يعني أنا بكلم على فكرة أصعب مشهد بالنسبالك وسط التناقضات اللي أنت عيشاها وبعدين بيواجهك أنك أنت دفعت عن إنسان لا استحق تترافي عنه ومجنونة شوية ومجنونة شوية وبتمثل جنين شوية وضعيفة شوية ومحمية شطرة أصنع ده جديد عليك يعني ملاقب ليش كل هذه الأنماط في دور واحد في شخصية واحدة في مسلسل يعني طبعا حاليا الواحد المراكز في ده فمش فاكر لكن يعني أنا أعتقد مثلا مسلسل زي حديث الصباح والمساء الشخصية بالمراحل والسنين اللي هي عشيتها كان فيه بنت من شبرة لا كان فيه يعني مراحل كتيرة جدا ومقاسي ومعاني وكذا حاجة تعالى نحمى بكرة بردو كان أنا عندي يعني شخصيات متنوئة يعني شخصية كانت من واحدة شرسة جدا ومجرمة جدا وانتهزية جدا إلى واحدة بتطهر نفسها والظروف بتساعدها فهي شخصية مختلفة وجديدة والكتابة الموضوع نفسه والتناوله والمعالجة بتاعته الحقيقة كانت مختلفة وجديدة وده اللي شد الناس يعني الناس وصلت من خلال الفيسبوك وقراء الناس وصلت إيه اللي إيه كرما وإيه دافينشي من قبل الفينال كان إيه اللي حيحصل طب هو حقيقة ولا مش حقيقة طيب يعني لأ كانت الناس مبسوطة وما زالت الحمد لله يعني النهاردة لسه مقبل ناس قبل ما يجيلك يعني هناك بتقولي إنها تالت مرة بتتفرج عليه من رمضان فتالت مرة وهو رمضان يعني إحنا إيه لسه ما فتنش شهرين فأنا ما شاء الله يعني الحمد لله الحمد لله طيب يعني دي الانتقادات الإيجابية إيه الانتقادات بقى السلبية اللي اسمعتيها وشفتيها في محلها وبعضها شفتيها في غير محلها الانتقادات السلبية والله العظيم أفاك يعني أنا مش بحلي حاجة يعني أو كده بس بس لا مش فكرة هو العمد دا يمكن على فكرة ما كانش في يعني منتقد مش فكرة الموسيقى السيد رجح داود كان عمل موسيقى حلو بدي عجبت كان حلو التصوير عمل إضافة كبيرة جدا 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 للحالة وإحساسه بالقاري المشاهد كلها ومتعايش مع الممثل ومع الانتاج ومع الإخراج عمل إضافات كتيرة مش هده المرافع مين دربك المونتاج كان حلو قوي لا محمد حناوي هو اللي كتب كل حال لا مين دربك على المرافع محمد حناوي هو اللي أعلمت لا أنا طبعا سألت أصلا أنت عمرك من يجب تدو المحامي أبا كتب لا عمري وأنا لآخر واحدة أنفع أبا محمية بس يعني لنا شغلانا صعبة جدا يعني شغلانا يعني لبس هي حقيقي كانت مكتوبة حل والحمد لله أول مرة تقفي قدام المحكمة ولبسها البلد والسويت أظن أنك كان موضوع صعب بالنسبة لك دخول القاعة المحكمة في حد الزر لأنني أنا عمري ما دخلت محكمة يعني الحمد لله يعني عمري ما دخلت محكمة بجد كلها في يخبر النهر ده السبت المفروض اللي حيتم إعلان جوائز المثابة لوكارنو مارجان لوكارنو وفيلمك موجود فيه تتوقع إيه؟ بوسع أقولك حاجة عمرو ما هواش يمكن الكلام يكون شبه متكرر بس بجد هو حقيقي جداً أنا روحت لوكارنو وإحنا كنا معزومين تلات سيئاً عملنا ندوة صحفية بعد ما الصحفين شافوا الفيل وكان هناك في لجنة التحكيم مش بتاعيتنا لجنة التحكيم أنا أستاذ أحمد شاوي النقد وقال لي إنك أول مرة تكون الصالة مليانة ستمائة ناقد وصحفي وعملوا ندوة معنا تاني يوم بعد وصلنا كانت هائلة جداً وكانوا حابين الفيلم وحابين الممثلين والأحداث والألوان والصورة والإخراج والأغاني والتصوير وكل حاجة وبعدين روحنا إحنا تفرجنا على الفيلم ساعة اثنين في قاعد مع الجمهور الصالة كانت تقريباً فيها ألفين شخص مش قليل من جميع أجنسيات العالم يعني درجة إن كانت في مسؤولة من مهرجان الفلبين وكوريا يعني منسجنين جداً بالفيلم وعايزين ياخدوا الفيلم وإن شاء الله رايح تورونتو كمان فده في حد ذاته أنا بعتبره لأن كمان لما الجمهور بيحب الفيلم وبيستقبلوا بالشكل ده ورئيس المهرجان ومدير المهرجان يشوفوا العدد ده ويشوفوا الندوة ونجاح الندوة وعجاب الناس وتأذير الناس هم كمان بيبقوا فرحانين فإحنا كلنا فرحانين وحسين المهم بقى لك للتحكيم أخوة حسين إن إحنا لأ ما قابلناهاش ما نعرفش حسين إن إحنا أنا بالنسبة لي حاسة إن ده أكتر حاجة بتساعد الفنان أكيد الموسابقة فيها أفلام كتيرة وأفلام كويسة لكن أنا والجميل الأستاذ يسري نصر الله وباسم صامرة حسين إن في حاجة يعني عنديني إحساس إن هيبقى في حاجة يا رب فأنا عايز أقول لك إنه يمكن يعني بنصور دلوقت ويمكن يكون في نفس الوقت بيتقال أو بيتعرف وإحنا لسه معرفناش فمش عارفة في جميع الحالات أنا بقولك مبروك على الفيلم اللي سبب واحد وصوله المهرجان اهتمام الجمهور والنقاط دي في المستوى العالمي اللي موجود هناك الاستقبال الحافل من المشاهدين ده كله بحاجة ذاته بيساعدنا وبيخلينا حس إن السينما المصرية لسه بخير ولا إي يا ليلة أه طبعا السينما المصرية بخير أصلي إنتي بص يا ليلة إنتي مش بس ممثلها الحقيقة أو فنانة إنتي منتجة ومهتمية جدا بالتفاصيل وأنا عارف قدي إنتي بتعودي على العمل وتهتمي بالسيناريو إخراج يعني بتخشي في الديتيرزي كلها أنا عايشت معك تجارب كتيرة وعارب بتهتمي إزاي عشان كده إنتي بالنسباني مش مجرد فنانة بتؤدي دور في الفيلم لأ إنتي منتجة كمان في المقام الأول ومبدعة شايفة السينما إزاي نار لا أنا شايفة إن السينما اللي جاية كويس قوي أولا عندنا شباب من الإخراج ومن السيناريست حيلين وعندنا أساس قوي جدا يعني أنا أول مرة بشتغل مع الأستاذ يسري نصران وأكيد من زمان كان نفسي اشتغل معي وبحب أفلامه وبحب طريقته بس أنا الحقيقة لما تعملت معه وعشرته في هذا الفيلم حبيته كمان كبني آدم قوي واحترمته جدا والاحترام ده أساس الحب وهو ده اللي بيتول عمر الحب والتعامل والعشرة وكل شي لإنه قد كده صادق قد كده بيفكر في كل كبيرة وصغير تقول أنا بتشوف الديتيلز أنت ما بتلحقش معاه تشوف تفاصيل لأنه هو بيبقى عامل كل حاجة سواء على الورق سواء على الشخصية سواء على إحساسه بكل واحد بيصور معاه في اللوكيشن من ممثل لعامل لتصوير لصوت لإنتاج لكمبرس لكل حاجة بيراعي لكل جدا وهو بيبقى مسؤول وبيتحمل أي عبقى أي حاجة عشان يبقى كل الناس مستريحة وتعمل شغلها خلي بالك يسرين أصر الله أصلا مخرج كبير لأنه هو كمان خريج مدرسة شهين يعني برضو يعني في ناس طبعا خريج مدرسة شهين وخريج مدرس ألماني ومنعيلة سيبة فيه فهو عارف يعني الفن على أصوله يعني الفن والإنسانية أصلا كل ما الإنسانية عالية كل ما الفن يعني يعني ممكن تبقى فيه ناس عندهم يعني تكنيك عالي وإحساس بس فيه حاجة نقصة في الإنسانية فبتلاقي دايما أن فيه حاجة نقصة يسري بجد أنا مش هتكلم عليه كمخرج أنا بتكلم عليه كإنسان أنا بعتبر يسري نصر الله النهاردة مش بس مخرج أنا أحب أشتغل معه لا هو صديق أنا أحب أن الصداقة دي تستمر جميل 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 جدا كاست الفيلم بقى كان حاجة تانية خالص تجربتك إيه مع باسم سامرة؟ لا باسم أنت عارف أنا وباسم صحاب قوي من زمان وزي ما تقول كده عشرتنا أديمة وطيبة وعارفين بعض وأنا أحب وأستريح جدا لما يكون باسم معايا يعني يبقى عارفة إن فيه شغلة حلوة إنسان بسيط جدا جميل وبيحترم الآخر جدا وبيحب الشغل قوي ويحب دايما مكتهد يحب دايما يبقى أحسن منها شغلة بيشتغلنا مع بعض قبل كده فبقى أحب السيمة بس النهاردة بقى وهي نجمة وهي عروسة كان صغيرة طبعا وهي نجمة وهي عروسة وهي حبانة وحب دورها وحب الشغل أهم حاجة للناس اللي بتشتغل مع بعض تبقى بتحب بعض لأنها بتبقى عشر زي اللي في البيت وزي الجواز لو ما بيحبوش بعض كل حاجة مش هتبقى حالة سمعني يا رب تمت الفيلم أنا شايفها تمة إنسانية رومانسية برضو فيها يعني يعني ممكن تكون تمة غائبة حاليا في السينما بس الفيلم دا حالة حقيقية جدا ومن الواقع جدا فيها رومانسية وفيها متعة وفيها مصالح وفيها مرأبة وفيها كوميدي وفيها رأس وفيها كل حاجات كتيرة وهو غير متوقع يعني اللي عجبني في الفيلم إنه هو غير متوقع أو ثلث جدا وممتع جدا يعني مسلا سابرين عملة حتة كاراكتر مجرم إجرام بسلاسة جدا مميزة جدا جدا في الفيلم محمد فراج أستاذ صبري عبد المنعم أستاذ علاء أنا مش عايز أز محمد الشرنوبي يعني فيه ناس كيسي كل واحد عامل شغل وكاستنج حلو جدا ألوان الفيلم مبهجة 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 وده طبعا كان عايزه الأستاذ يوسري وكان متفق مع مدير التصوير حتى الأغاني اللي في الفيلم مكتوباله ومعملاله مخصوص الفيلم فيه بهجة وفيه حياة وفيه أرض مصرية وفيه غيت وفيه فلاحين وفيه اقتصاد وفيه حب وفيه كل حاجة أمونا جماعة الفيلم هتتارد كمان أربعة يام يوم سبعتاشر أسبوع إن شاء الله أرجوكم أنا بشوف أنه بعد الكلام اللي عدته الليلة على الفيلم أتصور ما فيه إحنا قدام فيلم جميل نشوف التريلر وتاع ونطلع الفاصل نرجع نواصل حوارنا مع نجميتنا جميلة ليلة أما أنا شفت حدث واحدة أما أمر البت ورجعنا تاني بعد ما شوفنا التريلر فيلم وأنا أتواضح إنه فيه مجمويل جميل فعلا وهو يستحق المشاهدة لأنه إحنا محتاجين نحنا نشجع السينما الجميلة السينما الرقية اللي تعلمنا اللي تخلينا نستمتع نطلع نقول الله كنا قدام حالة جميلة أنا أظن إن إحنا في حالة ماسة جدا إلى نوعية زي دي من الأفلام يا ليلة أو لا إيه؟ إن شاء الله إن شاء الله وأنا سعيدة جدا بتجربة الفيلم وحاج أحمد السبكي كمان سعيد جدا 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 بالتجربة ونوي يكررها تاني إن شاء الله دي نقل أظن بالنسبة لأحمد السبكي أنا بشوف أن يعني أخذ بالك أنه كان أول إنتاج لهم كان الرجل الثالث كما أكي مع الله أحمد زكي وعملنا مجموعة أفلام حلوة وعمل حاجات حلوة بعض بعض يمكن فيه فترة أي منتج بصراحة يعني بيعمل المهم أنه يقدم من ده ومن ده ومن ده ومن ده أنا عزيزة فيه مرحلة جديدة جاية في السينما جميلة جدا يعني مثلا كريم السبكي نهارده بيعمل فيلم جديد مهم قوي وعمل تصوير برضو برة فبقولهم إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق وكل ما الناس هتحب الأفلام دي وتقدرها كل ما ده هيزيد أكتر وكمان واضح السنة دي إن الإقبال على الإنتاج السينمائي يمكن عشان موسم رمضان ببدر شوية بقى بأول الصيف السيزون بقى أحسن يعني سيزون سيفي طبعا تبقى أحسن والسنة الجاية بقى أحسن إن شاء الله ناوي ترجع الإنتاج إنتي هتنتجي؟ إن شاء الله بس ألاقي الورق اللي أقول هو ده لأنا عايزة أعمل إيه الورق اللي أنت ممكن يعجبك أنا نفسي أعمل فيلم ميزيكل قوي وحشاني وحشني إن أنا يبقى فيه فيلم ميزيكل موسيقي للسينما المصرية في الألفية الجديدة دي لأن ده ما تعملش سمع حص يعني كنت عملك ناوي كالكومة بقى أطبعا بس يعني سمع حص ده من عشرين سنة فإنحن نايزين حاجة تانية بقى فبنقلة تانية لكن أنا بتمنى بجد ألاقي حاجة كده وأعملها حاسة إن الناس في العالم كلها تحب المزيكل يعني إحنا الشعب الشعب المصري والوطن العربي كله بينتعش بمن الموسيقى الموسيقى بتأثر على روحه فلما يكون فيه فيلم يعني مثلا زي ماما ميا طبعا تخيل لو حاجة زي كده تعملت بقى في الشارب مثلا اللي مزراب شفتها في نيويورك كانت حاجة بديعة جدا بالزبط بس ما هو أنت كل حاجة ممكن تتعمل كدراما ممكن تتعمل دراما موسيقية أعتقد أن هتبقى ليها ممكن تبقى مكلفة أكتر لكن هتبقى مشاهدتها كمان أكتر في تلفزيون بتفكيري في إيه يعني السنة دي أنت من نوع المقلة شوية وأنا عارف أنك أنت محاسوك جدا في اختياراتك بترفضي أعمال كتير في جيلك عشان خاطر بالدوال على حاجة معينة وأنا عارف ده طول عمرك بالطريقة دي لكن أنت النهاردة بتفكيري بإيه اللي جاي يعني الدور ده دور جديد على ليلة مختلف مركب فيه point of attack كتيرة ونقاط تحول كتيرة اللي جاي إيه بس أنا حكلمك بصراحة يعني أنا مش عارفة أعمل إيه دراما يعني لسه برضو إحنا مش خارجين بقالنا كتير بقالنا شهر وشوية يعني فمش أدر بس خارجة نكحة من أولا عندي طاقة بس مش عارفة أروح فين فأني لون وأني اتجاه وحقيقة بجد السنادي الدراما المصرية كانت عالية جدا ومتنوعة إيه اللي عجبت السنادي؟ عجبني يحي الفخراني عجبني محمود عبدالعزيز عجبتني يسرة طبعا جدا عجبني جدا موت قالص بتعتامر حبيب جراند أوتيل شوء المجري والجميلة جدا جدا نيلي كريم لا كد في أعمال كتيرة متنوعة وحلوة يمكن كمان بس مش ملاحظة إن جيل النجوم الكبار رجع نور السنادي بشكل كبير يعني بتكريمة على يسرى بتكريمة على يحيى أستاذ محمود عبدالعزيز يعني دول كلهم جيل الكبار يعني الحمد لله وكمان كان فيه الشباب زي جراند أوتيل وكذا حاجة تانية كان فيه حاجات كتيرة السنادي أنا شايفة إن الفرايتي السنادي كانت غنية ومتنوعة بنسبة للمشاهد طب إيه اللي معجبتكيش؟ ها؟ إيه اللي معجبتكيش؟ ما شفتوش ما عرفش؟ طب إيه عمتن اللي مش بيعجبك ما بتشفيهوش؟ والله يا عمر يعني يعني أنا مش من نوع اللي عمري بتكلم يعني وفيه مشاهد عمف كتيرة كتب موجودة برضو في مسلسلات وانت كنت رئيسة اللاجنة تحكيم كتير يعني مع الجهات دولية لا أنا مش بتفرج يعني ما قدرش أقول لك إيه اللي معجبنيش لإني ما شفتوش لما بلاي حاجة مش لوني أو مش بتاعتي مش بتفرج عليها لكن لأ كان فيه أعمال كتيرة لأ نسبة الكويس السنادي يعني شايفانا كتعالية جدا رغم إنه هما بيقولوا إن المسلسلات كانت أقل من السنسين اللي فاتوا بس لأ الكويس الكويس كويس يعني يعني لأ إنتاجيا إخراجا تمثيلا من كل حاجة إحنا من ثلاث يام كنا يعني بتحيل علينا ذكرى وفاة الأولى للنجم الكبير نور الشريف لا يرحب نور كان إيه بالنسبالك في حياتك وأنا عارف أن ليه دور كبير في حياتك وحياة الفن المصري كله الحقيقة طبعا أنا 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 واحدة من تلامزة الأستاذ نور الشريف واللي تعلمت مسرح وسينما يعني كتير قوي قوي منه ورشحني في أدوار كتير وكان إنسان طول الوقت وزميل مخلص وصادق يعني لو مثلا احترت في حاجة أو يعني تعيها في حاجة أو بستشير في ورق في منتج في مخرج فعلى طول يقولك ودايما كان إيجابي حقيقي حقيقي الله يرحمه يعني فأكيد أنا يعني محبين نور الشريف الله يرحمه كتير 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 وتلامزته كتير وإن شاء الله كل ده يعطي نزال حسناته نا الطفلة الصغيرة ليلة علوية اللي كانت بتطلع بتغني كل أطفال في الدنيا وبكرة هيخلوا الدنيا وبتمر بشريط حياتك وذكرياتك بتفتكري إيه وتحسي بيه بقولي الحمد لله ربنا خلاني سعيدة وخلاني معطاقة وخلاني يعني كان كاتبلي أحلى قدر في حياتي أنا مخترتوش حقيقي اجتهدت في وحقيقي حب أحب شغلي وبحب الشاشة المبهرة اللي بتأثر بكل حاجة حلوة في المجتمع فأنا بعتبر نفسي محظوظة إن ربنا كرمني وداني يعني فتحلي الطريق من وانا صغيرة بالموهبة اللي عندي اللي هو الدهاني حققت ذاتك مثلا أنا أنا لو ما حققتش لو ما إنجزتش حاجة أموت يعني كم من عشرين كم من كم كم من عشرين الرضا مفهوش كم من عشرين أنا رضي قوي عمر نقطة ضعفة بيه نقطة ضعفة الكتب لو حد كذب علي بم 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 بيروح بين قدامي ما بعرفش أتعامل معي تاني شعوري بالأمان مصدره جاي منين الفلوس الشهرة نجاح لا أكيد طبعا الفلوس بتبقى جزء من الأمان بس أنا شعوري في الأمان العيلة العيلة والإصحاب والصلاة وإن يبقى متطمينة يعني في حاجات لسة وإحنا في اللوكارنو كده وبقول كان ابني خالد معي فقعدين هما بيأكلوا آيس كريم يسري وباسم وكريم السبكي وخالد وكده وأنا مش عايزة أكل آيس كريم ما نجعينه عايزة سندودش جبنة فبقول لخالد دي خالد قوم هاكلي سندودش جبنة من المحل الوردة فخالد قعد بيأكل آيس كريم أنا مش مفيش خمس دقائي لقيت كريم السبكي جاي جاي بسندودش جبنة قادي حاجة تحسسني طب أنا أكون نفسي سندودش جبنة ربنا بعتهولي فاهم عايزة أقول لك كيف طبعا فأنا الأمان بحسه من ربي يعني التلم نفسك بحضن مين تشعري بالأمان أمي طبعا وأهلي وأختي وابني وأصحابي القريبين قوي ميني اللي بيدخلوا بيتي بتخافي من مرض اه بخاف من المرض وبخاف من عمليات قوي خالد بيمثل إبحاقاتك أنا شافه في الفترة اللي فاتت يعني مرافق لك في كل خلاص بقى كبر وبقى بيساعدني في كل حاجة دلوقتي ربنا يعفوز عشان إحنا في إجازة طبعا لكن وقت الدراسة لأ عشان هو نجح برافو وهو هو أهم مني هو بكرة بتاعي هو هو أحلى حاجة في حياتي بس كده لسه أكولة ولا بطلتي إنها هم الأكل زي زمان لا باكل طبعا مش زمع بقولك سندويش كمية بتاكل إيه؟ باكل كل حاجة بس بكميات قليلة سنزلين عليك الأكل خالص الحقيقة والله باكل كل حاجة والله العظيم باكل كل حاجة قولين بتاكل إيه؟ يعني الصبح بفتر السندويش يئمة ربع يئمة نص بلدي باللبنة والخيار والدهر اللي موجود بقى في البيت سواء كان خضار لحمة فراخ وبالليل ممكن أكل لبنة وجبنة تاني أو فاكهة بس باكل كميات قليلة قليلة يعني وساعات يعني مثلا أنا في العيد ده للاسف ضربت في الكحكي جامد وتخنت يعني مش باين خالص عشان لابسة واسحة يا جماعة اكتبوا الوصفة اللي عليتها لقاله دي وصفة رجيم ممتازة لو الله هو فعلا بجد زي ما كانوا يعني أجدادنا بيقولوا زي ماين كده يعني كل بس متملاش معدتك الاخر خليك كده خفيف خفيف وكل ما الواحد بيأكل أكتر يعني واجبات أكتر كل ما بيحرق أكتر وأنا بيتمنى لك كل خير ربنا يوفقك دايما وسائدك وخليني في النهاية أقولك إن احنا بجد عايزين نشكرك جدا على مسلسلك الجميل تانكي نحن بديكي قدرة يا قناة الحياة وبناجه الوضوح بجد أنت أمتعتينها في رمضان مرسي وأسعتينها جدا في رمضان ومسلسلك الجميل اللي نال إعجاب المشاهدين والنقاد وإحنا يكوننا سعادة جدا فيه في هذا الحياة أبروك ليلى قدروا مع النجمة الجميلة ليلة ألوي يعملوا النجاح الجميل ده بشكرك جدا نورتيني وشرفتيني جدا النهاردة ودي حلقتنا النهاردة كانت مع النجمة الجميلة المتميزة الخديرة الكبيرة لأنها فعلا عندها تاريخ فني حافل عندها تاريخ لا تخجل منه عندها تاريخ محترم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية ومسرحية كمان أنا شعيد جدا مجودة مع النهاردة نجمع ليلة أشكركم جدا بسبوع العلب خير شكرا 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 شكرا